ألغي الاجتماع الذي كان مقررا للجنة الوزرية المكلفة الملف السوري في الدوحة بعد ظهر السبت واقترح الأمين العام للجامعة نبيل العربي استضافة هذا الاجتماع في السادس عشر والسابع عشر من الشهر الحالي في مقر الجامعة بالقاهرة في الوقت الذي لفت فيه تصريح أحد مستشاري العربي نايف الهباش الذي كشف عن محاولات تجري لإقناع الأسد بالتنحي في مقابل توفير منفى آمن له ولأسرته ووفق تصريح له لجريدة الحياة قال الهباش أن دولة الإمارات عرضت على الأسد استضافته وأسرته وتقديم تعهدات له بعدم ملاحقاته قضائيا ميدانيا ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تسعة مدنيين قتلوا برصاص قوات الأمن ثلاثة منهم سقطوا في حمص واثنان في درعا وأربعة في محافظة إدلب مضيفا أن سبعة جرحوا من جراء إطلاق الرصاص الحي عليهم بالرصاص في حما المرصد السوري تحدث عن حملة دهم نفذتها قوات الأمن السورية في بلدة هاجين في دير الزور قال أنها ترافقت وإطلاق رصاص وأسفرت عن اعتقال ثلاثة عشر مواطنان هذا واستمر تشييع ضحايا الذين سقطوا في تظاهرات يوم الجمعة حيث شهدت مدن حمص وأدلب وحيسقبة في ريف دمشق مسيرات تشييع تحولت إلى تظاهرات ضد النظام المجلس الوطني السوري المعارض من جهته حذر من مجزرة تعد لها الحكومة السورية في مدينة حمص وقال المجلس في بيان له أن النظام يمهد الارتكاب مجزرة جماعية بهدف إخمار الثورة في المدينة وتأديب باقي المدن السورية المنطفضة من خلالها في المقابل أغلقت إدارة الموقع الاجتماعي فيسبوك الصفحة الخاصة بالتلفزيون العربي السوري على الإنترنت ولم تعلق إدارة الموقع أو تودح الأسباب وراء هذا القرار أما وكالة الأنباء الرسمية سانة فعلقت على الخبر بقولها تعكس هذه الخطوة زي فالإدعاءات الغربية فيما خص حريات الشعوب وحرية الإعلام والرأي والتعبير وهي تأتي ضمن حملة تستهدف وسائل الإعلام الوطنية السورية بهدف إسكات صوتها ومنعه من الوصول وعقب هذه الخطوة قام ألاف من السوريين باستحداث صفحات جديدة على الموقع وتقديمها إلى التلفزيون السوري موسيقى